السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من مادة مبادئ الرسم الفني وهنكمل مع بعض عمليات التماس يمكن في الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا في عمليات التماس ورسمنا دايرة بتمس ضلعي زاوية النهاردة إن شاء الله هنكمل العمليات ديت مع بعض وناخد تطبيقات عليها كمان ممكن تخليكم معايا كده واحدة واحدة ونبص على الشاشة عندي أول عملية رسم مماس من الخارج لدائرتين معلومتين طيب طبعا البيانات هنا عندي نص قطر الدايرة الأولى هنسميها R1 20 ملي متر نص قطر الدايرة التانية 30 ملي متر دي اللي هي المسافة بين مركز الدايرتين 80 ملي متر نبدأ طبعا نرسم خط مستقيم بيعبر عن المسافة بين مركز الدائرتين طبعا الدايرة الأولى هنرسمها بنص قطر كام 20 ملي متر زي ما احنا قلنا في المثال اللي معانا اللي هي الدايرة R والدايرة التانية طبعا المركز بتاعها هنسميها G نرسم الدايرة الأولى نص قطرها 20 ملي متر بالبرجل طبعا وأركز في النقطة G وأفتح البرجل بفتحة تساوي 30 ملي متر وأرسم الدايرة التانية طيب الخطوة اللي بعد كده احنا زي ما بنقول عايزين نرسم مماس من الخارج يعني ايه مماس من الخارج للدائرتين يعني معناه خط مستقيم زي ما احنا هنرسم دلوقتي خلاص خط مستقيم كده يمسي للدايرة الأولى من أعلى ويمسي الدايرة التانية كمان ايه من أعلى طيب أنا علشان بقى أرسم المماس دوت بعمل ايه طيب الخطوة الأولى نروح جايين منصفين المسافة بين مركز الدائرتين احنا عندنا زي ما قلنا المسافة كان 80 ملي متر فهنصفها 80 ملي متر يعني 8 سنتيمتر أنصف المسافة دي ممكن أنصفها بالمسطرة بس نقصها كويس وممكن أنصفها بالعملية الهندسية اللي احنا خدناها باستخدام البرجل اننا طبعا كنت بقف عند بداية النقطة R أو مركز الدايرة الأولى وبفتحة أكبر من النص وارسم كوس لأعلى وكوس لأسفل وبعدين بنفس الفتحة أركز في النقطة التانية اللي هي G وأقطع الكوسين من أعلى ومن أسفل وارسم خط خفيف هينصف لي طبعا الكتعة المستقيمة دي إلى نصفين متساويين طيب احنا كده نصفناها طيب الخطوة التانية أركز في نقطة المنتصف دي بالبرجل وأفتح البرجل بفتحة تساوي ايه من المركز كده لحد النقطة R أو نحية التانية لحد النقطة G ما هم الاتنين متساويين وأركز كوس كبير يعني نص دايرة كده تمر بالنقطتين اللي هم مركزين الدائرتين يعني تمر بالنقطة R وتمر بالنقطة G طيب الخطوة اللي بعدها بركز في النقطة G اللي هي في مركز الدائرة كبيرة وبفتحة تساوي الفرق بين نص قطر الدائرتين يعني ايه نص قطر الدائرة كبيرة 30 ملي متر نص قطر الدائرة الصغيرة 20 ملي متر يبقى المسافة بينهم يبقى الفرق بينهم كام دي 30 ودي 20 يبقى الفرق 10 10 ملي متر يبقى أنا أركز هنا في مركز الدائرة وبفتحة تساوي 10 ملي متر وأرسم دائرة صغيرة زي ما احنا شايفين ناخد بالنا بقى الدائرة اللي أنا رسمتها دلوقت ديت قطعت القوس الكبير اللي هي الدائرة الكبيرة اللي أنا كنت رسمها في النقطة هنسميها ايه أروح موصل بعد كده النقطة جي مع النقطة ايه ومدها كده على استقامة واحدة على امتدادها بخط كده متقطع كده اهو بالشكل دا هتوصل هنا تقطع الدائرة الكبيرة في النقطة بي طيب وبعدين شايفين بقى الخط دوت اللي أنا رسمته اللي هو من جي ل بي النقطة بي ديت هي بداية المماس اللي أنا هرسمه طب أنا عايز أحدد نهايته بقى الناحية التانية عند الدائرة التانية اروح رسم خط يوازي الخط اللي أنا رسمته اللي هو من جي الى بي يوازي بس في الناحية التانية عند الدائرة التانية يعني اقف كده عند مركز الدائرة اللي هي وارسم خط يوازي زي ما قلنا الخط اللي أنا رسمته اللي هو من جي الى بي بالشكل دوت كده طيب يبقى أنا كده حددت النقطة التانية او نهاية المماس واسميها سي ناخد بالنا بقى كده من النقطة B للنقطة C نروح موصلينها بالمستر هنلاقي ان الخط اللي انا رسمته مس الدائرتين الدائرة الكبيرة والدائرة الايه الصغير مسها يعني لمس المحيط بتاع الدائرة بس كده الخط دوت المماز ده ما يتقاطعش ابدا مع الدائرة طيب لو انا بقى عايز ارسم مماز تاني اخر من اسفل نفس الخطوات اللي انا عملتها فوق هقررها تاني تحت يعني معناها ايه شايفين الدائرة الكبيرة اللي انا رسمها ديت اللي هي بتمر من مركز الدائرة الصغيرة اللي هي النقطة R ومركز الدائرة الكبيرة اللي هي النقطة G هكملها لتحت لأسفل يعني اقف هنا كده في المنتصف وارسم الايه اكمل الدائرة الكبيرة لتحت وبعدين برضو ارسم خط برضو مماز زي دوت كده اللي هو من النقطة G للنقطة B بس هيترسم لأسفل بقى وبعدين احدد النقطة التانية برضو عند النقطة R ووصلهم ببعض يعني معناها نعيد الخطوات تاني. طيب كده احنا رسمنا مماس من الخارج لدائرتين معلومتين. تعالوا نطبق الكلام دوت كده قدامنا على اللوحة علشان تبان معنا وولادنا برضو يعرفوا الخطوات ديت احنا عملناها ازاي بالادوات على طول. طبعا ناخد بالنا من ملحوظة مهمة الخطوط اللي انا برسمها باللون الاحمر ديت بتبقى اسمها خطوط ايه? خطوط مساعدة. يعني الخطوط ديت انت لما تيجي ترسمها تعملها خطوط خفيفة. لكن الخطوط الاساسية اللي في الدايرة هي اللي احنا بنتقل عليها. زي الخطوط اللي هي باللون الازرق اللي انا كنت رسمها. يعني معناها ايه? الدايرة تبقى تقيلة. المماس الخط اللي انا رسمته اللي بيمس الدايرتين يبقى تقيل. لكن بقى الخطوط التانية اللي هي كانت باللون الاحمر نعملها بخطوط خفيفة. تعالوا طيب. ننفذ الكلام دوت مع بعض. هنبدأ طبعا نرسم خط مستقيم. اللي هو بيعبر عن المسافة ما بين الدائرتين. بالشكل دوت كده. وبعدين بركز في النقطة الاولى. اللي هي عند بداية الخط اللي انا رسمته. وهنسميها النقطة R اللي هي مركز الدايرة الاولى. والنقطة التانية هسميها G اللي هي مركز الدايرة التاني. طيب وبعدين اروح بالبرجل. وارسم الدايرة الاولانية من النقطة R. وطبعا الدايرة هنا هتبقى زي ما قلنا تبقى ايه؟ تقيلة. اهو بالشكل دوت كده. هركز في النقطة R البرجل. كده. كده. وارسم الدايرة الاولى. اهو. وبعدين اخد المقاس بتاعة الدايرة التانية. بالبرجل طبعا كده نقيس المسافة بتاعتنا. على حسب نص الكتر احنا كنا مدين في المثال طبعا كنا عقلين نص كتر الدايرة الكبيرة كام؟ تلاتين. طيب ناسحب البرجل. وبعدين اقف في النقطة G اللي هي مركز الدايرة الكبيرة. وارسم الدايرة الاخرى. اهو بالشكل ده. كده انا رسمت الايه؟ رسمت الدايرة ايه؟ طيب الخطوة اللي بعدها كنا بنعمل ايه؟ بننصف المسافة اللي هي بين الدايرتين. وبعدين نحط النقطة كده علامة في النص. وبالبرجل. واروح جاي راسم كوس كبير نص دايرة. يمر بمركز الدايرتين. طيب ناخد بالنا ان الكوس دوت اللي احنا نرسمه برضه من الخطوط المساعدة. فانا هرسمه باللون الاحمر. اهو. عشان برضه تبقى الخطوط ايه؟ واضحة قدامنا. وعارفين نفرق بين الخطوط الاساسية والخطوط المساعدة في الرسم. طبعا بالبرجل وهركز في نقطة المنتصف اللي انا حددتها. وبعدين افتح البرجل لحد ايه؟ مركز الدايرة. كده. وهرسم نص دايرة كبيرة بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعدها. بارسم دايرة صغيرة من عند مركز الدايرة النقطة جيه بنص كتر يساوي الفرق بين نص كتر الدايرتين. طيب. نفتح البرجل زي ما قلنا على فتحة تساوي كام؟ عشرة ملي متر. عشان نص كتر الدايرة كبيرة كان تلاتين ونص كتر الدايرة الصغيرة عشرين. لما نترحم من بعض يبقى الفرق كام؟ عشرة ملي متر. نفتح البرجل على مسافة تساوي عشرة ملي متر. واركز في مركز الدايرة الكبيرة اللي هي عند النقطة جيه الشكل دوت. وارسم الدايرة الصغيرة كده. طيب لاحزنا ايه؟ ان الدايرة اللي انا رسمتها صغيرة. قطعت الدايرة الكبيرة اللي كنا رسمينها عند نقطة هنسميها النقطة ايه؟ ايه نسميها كده النقطة ايه. طيب وبعدين اروح انا بقى ارسم خط من مركز الدايرة ها ويمر بالنقطة ايه؟ لحد ما يتقاطع فوق مع الدايرة الكبيرة بالشكل ده. نمده كده على استقامته لحد ما يوصل لفوق. طبعا النقطة اللي فوق ديت دي هنسميها النقطة بيه وهتبقى هي بداية المماس اللي احنا بنرسمه. طيب زي ما انا رسمت دلوقتي. الخط دوت هرسم خط تاني بيوازيه النحي التاني. طيب علشان هرسم خط بيوازيه. بنعمله ازاي؟ بطريقة سهلة ممكن بالمثلس. اجيب اي مسلس من المثلسات اللي معايا. واروح هذه المثلس كده بالشكل ده. ونخليه ينطبق على الخط اللي انا رسمته. وحط المسطرة تحته. كده. وبعدين حرك بقى المثلس على المسطرة. واخد بقى لك المثلس دلوقتي ها الضلع بتاعه ده بيوازي ده. فهفضل ماشي به لحد ما وصل لمين? عند مركز الدايرة التاني. اهو كده. وبعدين لما وصل بقى عند مركز الدايرة اللي هي النقطة هروح راسم برضو خط. بالشكل دوت. لحد ما يقطع الدايرة. في النقطة سي. كده انا حددت بداية المماس وانهايته. نقدر دلوقتي نوصلهم ببعد. اهو. هوسل طبعا بالمسطرة كده ما بين النقطة سي والنقطة بي. بالشكل دوت. وطبعا ناخد بالنا زي ما قلت ان المماس هيبقى تقيل. فانا هرسمه القهوات باللون الايه? الازرق علشان يبقى واضي. يبقى الخطوط اللي انا رسمتها باللون الاحمر دي خطوط مساعدة. لكن الخطوط اللي الازرق يعني الدايرة. الدايرتين. والمماس. المستقيم يعني اللي احنا رسمناه عشان يمس الدايرتين باللون الازرق. يبقى دول هم اللي بخطوط تقيلة. لكن بقيت الخطوط التانية بقى بنسميها خطوط مساعدة. فنعملها خطوط خفيفة. طبعا لو احنا هنرسم بقى مماس تاني من اسفل. فهنكرر بقى الخطوة دي. طيب نعملها مع بعض. بسرعة كده. اهو بالبرجل. اركز فيه نقطة المنتصف اللي احنا حددناها. وبعدين هرسم. نص دايرة لاسفل. هي تمر بالنقطتين. اللي هي النقطة ار والنقطة جي. بالشكل دا. قطعت الدايرة تحت زي ما احنا شايفين. وبعدين ناخد بالنا ان الدايرة اللي احنا رسمناها ديت. هتقاطعت برضو مع الدايرة الصغيرة هنا في نقطة. اروح انا بقى موصل من عند مركز الدايرة. لحد النقطة نقطة التقاطع. وارسم خط شرط برضو متقطع كده. لحد ما يوصل لفين? ليدايرة محيط الدايرة. وممكن نسمي النقطة ديت نسميها دي. وارسم خط تاني يوازي الخط دوه. عند الدايرة الصغير. يبقى من عند مركز الدايرة النقطة ار. نرسم خط بيوازي الضلع ده. زي ما وردتكم دلوقتي بالمسلس برضو. اهو. نحط المسلس كده. بحيس ينطبق الضلع بتاع المسلس. مع الخط اللي احنا رسمناه. اللي هو من النقطة جي لحد النقطة دي. وبعدين نحط المسطرة تحت المسلس كده. وحرك المسلس بالروحة. لحد ما توصل فين عند النقطة ار. بالشكل ده. وبعدين نرسم الخط الموازي. اهو. كده. وسمي النقطة دي ايه. وصل بقى النقطتين ببعد. النقطة دي مع النقطة ايه. هتحصل على المماس الاخر. يبقى احنا كده. بالطريقة ديت. رسمنا مماسين. مماس من اعلى. ومماس تاني من اسفل. اهو. ناخد بالنا كده. لما وصل النقطتين ببعد. الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده. ما دخلش جواه الدائرة. يعني انا لو كملته دلوقتي. لمس الدائرة بس. ويكمل ايه? لبرا. يبقى ده كده اسمه مماس. يعني بيمس الدائرة بس. لكن لو انت جيت توصل ولقيت الخط دوت. هيتقاطع مع الدائرة ويدخل. يبقى انت كده عملت حاجة غلط. فتراجع نفسك تاني. كده احنا رسمنا مماس. يعني خط مستقيم. يمس دائرتين من الخارج. تعالوا نشوف عملية تانية. مع بعض. ونطبقها. آآ نبص كده على الشاشة. هنرسم كوس. يمس دائرة. في نقطة معلومة. ويمس مستقيم معلومة. يعني انا دلوقتي عايز ارسم ايه? عندي دائرة. وعندي خط مستقيم. بيمر اسفل الدائرة. وعايز ارسم كوس يمس الدائرة ويمس الخط المستقيم. من عنده نقطة معلومة على الدائرة. طب نعملها ازاي? تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة. نعرف الخطوات مع بعض. وننفذها. اول خطوة طبعا هرسم الدائرة. نبص على الشاشة. يبقى احنا كده رسمنا الدائرة. دائرة معلومة. ايا كان مقاسها. وليكن مثلا نص قطرها تلاتين ملي متر. طيب. المركز بتاعها هنسميها قار. النقطة اللي احنا عايزين نرسم من عندها المماس هنحددها على الدائرة. زي ما زي ما احنا عملنا كده بالنقطة اللي هي باللون الاحمر دي. وهسميها النقطة ايه? طيب. ارسم بقى الخط المستقيم. بالشكل ده. الخط بقى المستقيم دوت. والله ممكن يكون عادي متقطع مع الدائرة. ممكن يكون اسفل الدائرة بعيد عنها. مفيش مشكلة. نفس الخطوات هتبقى واحدة. العملية الهندسية اللي احنا بنعملها دلوقتي. ان احنا عايزين نرسم قوس يمس الدائرة من عنده النقطة ايه? ويمس الخط المستقيم. اللي هو الخط المستقيم هنسميه بي وسي. طيب. الخطوة اللي بعد كده احنا كده رسمنا الدائرة ورسمنا الخط المستقيم. بعد كده نعمل ايه? اوصل من من مركز الدائرة. النقطة ار لحد النقطة ايه? وامده على استقامته. يعني اطول الخط ده. وناخد بالنا انا رسمته باللون الاحمر. يبقى الخط ده من الخطوط المساعدة. ما نتقلش عليه. الخطوة التانية اقف عند النقطة ايه? اللي هي نقطة قطعة دي. وارسم مماس. يعني يمس الدائرة. طب انا هرسم مماس دوت ازاي? طريقة سهلة قوي. المماس هيكون عمودي مع مين? مع نص القطر بتاع الدائرة. اللي هو من ار لايه? يبقى انت لو جيت كده عمده النقطة ايه? ورحت رسم الخط دوت عمودي عليها. عمودي على الخط المستقيم ار ايه? يعني الزاوية دي كده زاوية ايه? زاوية قايمة. يبقى انت كده رسمت المماس بتاعه. وتكمل الخط دوت طبعا على استقامته. لحد ما يتقاطع مع المستقيم بي سي. في النقطة دي. طيب. الخطوة اللي بعدها هناخد بالنا كده. اننا دلوقتي حصلت على ايه? زاوية. الزاوية دي هنسميها ايه? دي سي. الزاوية دي اللي هي الكبيرة دي هنصفها. واحنا خدنا طبعا تنصيف زاوية قبل كده. طيب ننصفها ازاي? فاكرين? اركز بالبرجل في النقطة في النقطة دي. وبفتحة مناسبة. وارسم كوس يقطع دلعي الزاوية. اهو بالشكل ده. وبعدين اركز في نقطة التقطع الاولى بتاعة الكوس. وافتح البرجل بفتحة مناسبة. وارسم كوس صغير كده في المنتصف اهو. وبنفس الفتحة اركز في النقطة التانية اللي هي في نهاية الكوس. واقطع الكوس الاول اللي انا رسمته. نقطة التقطع اللي حصلت عليها دي هوصلها مع النقطة دي. اللي هي رأس الزاوية بالشكل ده. ونمده على استقامته وناخد بالنا. كده احنا نصفنا الزاوية. لنصفين متساوية او قسمين متساوية. المنصف بتاع الزاوية اللي انا رسمته ده. ناخد بالنا. انا طولته كده على امتداده. لحد ما تقاطع مع مين؟ مع امتداد نص الكتر بتاع الدائرة اللي هو ر اي. في النقطة اي. النقطة اي بقى اللي انا حصلت عليها ديت. من تقاطع المستقيمين. النقطة ديت هتبقى هي مركز الكوس المماس المطلوب. بالبرجل واركز في النقطة اي. وافتح البرجل لحد النقطة اي. واروح رسم الكوس بتاعي. بالشكل ده. نلاحظ ايه بقى? انه الكوس لمس الدائرة. عند النقطة ايه? ولمس كمان المستقيم. يعني معناه بنقوله ان الكوس دوت ايه? مماس. يعني مس الدائرة عند النقطة المعلومة اللي احنا كنا محددينها. اللي هي النقطة ايه? ومس الخط المستقيم كمان. طيب العملية طبعا يعني ايه? بسيطة. اه وممكن ننفزها مع بعض. تعالوا كده نعملها برضو بالخطوات بسرعة. طبعا اول الخطوة احنا قلنا هنعمل ايه? بنرسم الدايرة ونرسم الخط المستقيم. وطبعا علشان هم طبعا للخطوط الاساسية اللي في الدايرة فهنرسمهم طبعا باللون الايه? الازرق علشان تبقوا ايه? فاهمين? وتبقى الخطوط واضحة معافة. عشان لما تيجوا تنفزوا العملية الهندسية وانت بتطبق الكلام دوت تبقى فاهم فين الخطوط الاساسية اللي في الدائرة عشان ترسمها بخطوط تقيلة? وفين الخطوط المساعدة? فترسمها بخطوط خفيفة طيب اول حاجة زي ما قلنا هنرسم الدائرة طيب نبص كده مع بعض نفتح البرجل كده بفتحة تساوي نص كتر الدائرة وليكن 30 ملي متر زي ما قلنا وارسم الدائرة بتاعتي بالشكل ده طيب انا كده رسمت الايه؟ الدائرة نبص مع بعض كده علشان نفهم الخطوات كويس وبعد كده ارسم الخط المستقيم والخط المستقيم دوت زي ما احنا قلنا اهو اسفل الدائرة كده ممكن يكون متقاطع زي العملية اللي احنا رسمناها دلوقت مفيش مشكلة نبص كده مع بعض على اللوحة علشان نفهم الخطوات ماشية ازاي اهو احنا كده رسمنا الدائرة ابدأ ارسم الخط المستقيم بالشكل ده طيب الدايرة طبعا احنا قلنا هنسميها المركز بتاعها هنسميه ار مركز الدايرة هو نقطة ار وعلى محيط الدايرة هنحدد نقطة وهنسميها النقطة ايه؟ وهي ديت طبعا بداية القوس المماس اللي احنا عايزين نرسمه والخط المستقيم اللي احنا رسمناه هنسميه بي سي طيب الخطوة اللي بعد كده نوصل نوصل مركز الدايرة مع النقطة ايه ونمده على استقامته اهو بالشكل ده وناخد بالنا بخط خفيف فانا رسمته باللون الاحمر علشان يبن معنا طيب الخطوة اللي بعديها نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا هنيجا عند النقطة ايه؟ ونرسم مماس يعني يمس مين؟ يمس الدايرة عند النقطة ايه؟ وطبعا الخط اللي هرسمه ده هيكون عمودي على مين؟ على الدايرة ممكن نرسمه بطريقة سهلة ويمكن العملية ديت كنا رسمناها قبل كده برضو ممكن نعملها بالبرجل وبطريقة سهلة نعملها بالخطوات ديت اهو باللون بخط خفيف يعني انا هرسمها باللون الاحمر اهو بصوا كده هاخد المسافة ما بين النقطة ايه؟ ونص الكتر بالشكل ده كده واروح محدد نقطة تانية صغيرة الناحي التاني كده وبعدين بالبرجل اركز في مركز الدايرة وبفتحة اكبر من النص يعني فتحة مناسبة اكبر من النص من نص الكتر يعني واروح جاي رسم كوس ها لأعلى الشكل ده وكوس تاني ايه؟ لأسفل كده وبنفس الفتحة اروح اركز في النقطة التانية كده ها وحد وقطع الكوس اللي فوق وقطع الكوس ها اللي تحت ها جب عيد شوية نطول الكوس ال ايه؟ الاسفل الصغير ده ها كده شايفين بقى العلامتين اللي انا حددتهم دول لو انا وصلتهم ببعض يبقى انا كده رسمت ايه؟ ها كده هرسم خط واخدين بالنا الخط ده تعمودي على امتداد نص الكتر بتاع الدائرة وممثل الدائرة ويمسها وبعملية هندسية بسيطة هوت وكنا واخدينها قبل كده في الحلقات اللي فاتت ها نوصلهم بقى ببعض كده ها بالشكل ده ناخد بالنا كده ان انا حصلت هنا على ايه؟ على الزاوية الكبيرة شايفين بقى نقطة التقطع هنا بتاعت المميس مع المستقيم بي سي هنسمي النقطة ديت دي الزاوية بقى الكبيرة اللي انا حصلت عليها دي اللي احنا نسميها ايه؟ دي سي الزاوية دي هنصفها وهنصفها طبعا بالبرجل زي ما احنا خدنا برضو في الحلقة اللي فاتت طيب نعمل ايه؟ بفتحة مناسبة اهو وقف في مركز الدايرة وبعدين افتح البرجل بفتحة مناسبة كده بالشكل ده وارسم كوس الكوس دوت يقطع لي دل عي الزاوية اهو بالشكل ده وبعدين اركز في بداية الكوس يعني في نقطة التقطع الاولى زي ما احنا شايفين كده وافتح البرجل بفتحة مناسبة واروح جاي رسم كوس ها في المنتصف في النصف كده وبعدين بنفس الفتحة ما غيرهاش اركز في نقطة التقطع التانية واقطع الكوس نطول ده شوية علشان نقطة التقطع كده بالشكل ده نقطة التقطع بقى اللي انا حصلت عليها ديت هروح جاي موصلها مع مين مع مركز الزاوية بالشكل ده اهو هقف كده عند النقطة دي ها واطول اوصل كده من النقطة دي لحد نقطة تقطع واطول الخط ده على استقامته كده لحد ما يتقطع مع مين مع امتداد ها نص الكتر اللي هو ر ايه شايفين بقى تقطع هنا في النقطة ده ها هنسمي النقطة ديت ايه النقطة ديت اللي انا حصلت عليها هتبقى هي مركز الكوس المماس المطلوب احنا عايزين نرسم كوس يمس الدايرة ها ويمس الخط المستقيم اللي هو بي سي طيب تعالوا نركز في النقطة ايه وافتح البرجل لحد النقطة ايه بالشكل دوت كده هركز في النقطة ايه اللي احنا حددناها وافتح البرجل لحد النقطة ايه اللي هي بداية القوس المماس المطلوب كده وبعدين همشي كده طبعا قبل ما ارسم ها اتأكد ان الخط اللي انا هرسمه لمس الدايرة زي ما احنا شايفين كده اهو سن البرجل او سن الالم جاي فين على الدايرة عند النقطة ايه والناحية التانية يكون جاي فين على الخط الايه المستقيم يعني يمسوا يبقى احنا كده ايه شغالين صح اتأكد كده وبعدين اروح رسم القوس بتاعي اهو علشان طبعا المماس ما يخرجش ايه لبر اهو بالشكل ده من عند النقطة ايه وارسم القوس بتاعي اهو زي ما احنا شايفين لمس الدايرة ها ولمس الخط المستقيم بالشكل ده طبعا لو كملت القوس هيخرج بر بعيد عن الدايه ولو كملت القوس الناحية التانية مش هيتقطع مع الخط المستقيم لا هيمسوا بس وايه ويخرج ايه لبر يبقى احنا كده اشتغلنا صح كده احنا رسمنا كوس القوس دوا يمس دائرة معلومة عنده نقطة معلومة اللي هي النقطة ايه ويمس مين خط مستقيم اللي هو الخط ناخد بالنا بقى الخطوط الاساسية في الدايرة هنا في العملية كانت الدايرة والمستقيم و والقوس المماس دول اللي انا رسمتهم باللون الازرق فدول اللي هنعملهم بخطوط ايه تيا لكن بقيت بقى الخطوط التانية اللي باللون الأحمر ديت والأكواس طبعا الخطوط ديت بنسميها خطوط مساعدة فهتبقى خطوط خفيفة. تعالوا نشوف عملية هندسية تانية ونطبقها مع بعض. نبص كده مع بعض على الشاشة. رسم كوس معلوم. يمس دائرتين من الداخل. طيب. البيانات عندي المعطيات. نص قطر الدائرة الاولى ار واحد بخمسة وعشرين ملي متر. نص قطر الدائرة التانية تلاتين ملي متر. اللي هو الكوس. نص القطر بتاعه ستين ملي متر. انا عايز ارسم كوس يمس الدائرتين من الداخل. يبقى اول حاجة. المسافة بين مركز الدائرتين هنقول تمانين ملي متر. اروح انا رسم خط مستقيم طوله تمانين ملي متر. عشان احدد المسافة بين مركز الدائرتين. وبعدين اركز في النقطة الاولى اللي هي ايه? وارسم الدائرة الاولى اللي هي نص قطرها خمسة وعشرين ملي متر بالشكل ده. وبعدين اركز في النقطة بيه وارسم الدايرة الاخرى. اللي هي نصف كتراها تلاتين ملي متر. طيب انا عايز ارسم كوس يمس الدايرتين دول من الداخل. من الداخل يعني ايه? يعني هارسم كوس يلمس الدايرة الاولى من اسفل من هنا والدايرة التانية من هنا. او لو كان من اعلى يبقى الكوس برضو يترسم يمس الدايرة كده الكبيرة ويمس الدايرة التانية الصغير. يعني يبقى بينهم يمس الدايرتين ايه؟ من الداخل طيب في الحالة دية نعمل ايه؟ اهو بالشكل دوت هنقول علشان احدد مركز القوس هقول R1 زائد R R1 اللي هي نص قطر الدايرة الاولى 25 ملي متر ونص قطر القوس 60 يبقى 25 زائد 60 يبقى كام؟ 25 و 60 يبقى 85 يبقى هركز في النقطة ايه؟ وفتحة تسوي 85 ملي متر وارسم قوس لاعلى وقوس لاسفل وبعدين اركز في النقطة B بس الفتحة تسوي ايه؟ نص قطر مركز الدايرة التانية اللي هو 30 ملي متر ناقص زائد نص قطر القوس يبقى 30 زائد 60 يبقى كام؟ 90 يبقى نقول R2 زائد R اللي هي 30 زائد 60 يبقى 90 ملي متر واركز في النقطة B وارسم قوس لاعلى وقوس لاسفل هيقطع طبعا زي ما احنا شفنا القوس اللي تحت قطع القوس الاول في النقطة C وقوس تاني الاعلى هيقطع القوس العلوي فوق في النقطة D يبقى انا هنا حددت مركز القوس طبعا لو انا بقى وصلت النقطة دي مع النقطة ايه؟ يبقى انا حددت بداية الايه؟ القوس المماسي اللي هي نقطة التقاطع اللي ما بين الخط اللي انا رسمته دلوقتي مع الدائرة طب الناحية التاني لو وصلنا النقطة C مع النقطة B بالشكل ده او تقطعت مع الدائرة برضو هنا في النقطة دي يبقى دية نهاية القوس تعالوا بقى نركز كده بالبرجل في النقطة C وافتح البرجل بفتحة سوية 60 ملي متر فهيمسي لي الدائرتين من الداخل بالشكل ده طبعا بداية القوس المفروضة عند الخط اللي هو اللي انا رسمته اللي بنول الاحمر ونهايته هنا انا مطول القوس دوت شوية علشان انت تشوف ان القوس اللي احنا رسمناه المماس ما يدخلش ما يدخلش جوه الدائرة ما يتقاطعش معاها القوس ده يمس الدائرة بس من الخارج وبنفس الطريقة هركز فوق في النقطة دي وارسم القوس الاخر بالشكل ده يبقى احنا كده رسمنا قوس يمس دائرتين من الداخل ناخد بالنا علشان نحدد المركز بتاع القوس المماس عملنا عملية حسابية بسيطة ايه هي جمعنا نص قطر الدائرة الاولى زائد نص قطر القوس وبعدين الناحية التانية ركزت في النقطة بيه وفتحت البرجل على فتحة وساوية ديه نص قطر الدائرة التانية اللي هي تلاتين زائد نص قطر القوس وبعدين قطعت الاقواس اللي انا رسمتها في الاول علشان احدد مركز القوس المماس طيب تعالوا نشوف عملية تانية رسم قوس معلوم بيمس دائرتين من الخارج من الخارج بقى نفس المعطيات هيت هنقول نص قطر الدائرة الاولى 25 ملي متر نص قطر الدائرة التانية 30 ملي متر نص قطر القوس المرادي المماس 90 ملي متر المسافة بين الدائرتين هنقول 80 ملي متر برضه نرسم طبعا عند النقطة ايه الدائرة الاولى اللي هي نص قطرها 25 ملي متر عند النقطة بيه هنرسم الدائرة التانية هنركز في النقطة ايه علشان احدد مركز القوس المماس بس بعملية حسابية بسيطة هنقول ايه المرة دي ارق يعني نص قطر القوس ناقص نص قطر الدائرة اللي هي ار واحد خد بالك بقى هنا بنترح طيب فهاقول كده نص قطر القوس كان 90 ناقص نص قطر الدائرة ار واحد اللي هي 25 يبقى 90 ناقص 25 هيددينا 65 ملي متر يبقى انا اركز في النقطة ايه وبفتحة تساوي 65 مري متر وارسم قوس لاعلى وقوس لاسفر واروح اركز في النقطة بيه وفتحة تساوي قدي ايه نص قطر القوس اللي هو 90 ناقص نص قطر الدائرة التانية اللي هي 30 يبقى تسعين نقص ثلاثين بكم؟ بستين ملي متر يبقى أركز في النقطة B وبفتحة تساوي ستين ملي متر وأرسم كوس لأعلى وكوس لأسفل طيب الكوس الأعلى تقطع في النقطة هنسميها C والكوس اللي أسفل هيتقطع مع الكوس اللي أسفل في النقطة D كده أنا حددت مركز الكوس المماس المطلوب اللي أنا هرسمه لو أنا دلوقتي وصلت من النقطة D لحد مركز الدايرة الأولى اللي هي النقطة إيه؟ وامده كده على استقامته هيتقطع مع الدايرة هنا في نقطة فوق هتبقى هي دي بداية الكوس المماس الناحية التانية برضو هنوصل من النقطة D للنقطة B اللي هي مركز الدايرة الكبيرة أهو تقطع مع الدايرة فوق في النقطة التانية هنسميها طبعا أو النقطة ديت هتبقى هي نهاية الكوس المماس أركز بقى في النقطة دي بفتحة تساوي تسعين ملي متر وهرسم القوس من أعلى بالشكل ده ناخد بالنا بقى لمس الدايرة فين عند نقطة التقطع الأولى اللي إحنا حددناها ولمس الدايرة التانية عند نقطة التقطع التانية اللي إحنا حددناها برضو بنفس الطريقة هركز فوق في النقطة C وبرضو بنفس الفتحة اللي هي نص قطر القوس اللي هي تسعين ملي متر وأرسم قوس يمس الدايرتين من أسفل بقى المرة دي بيمسهم من الخارج برضو بس من أسفل كده إحنا عرفنا إزاي نرسم قوس يمس دايرتين من الداخل ويمس دايرتين إيه من الخارج طيب إحنا ممكن نعمل تطبيق على الكلام دوت عملية هندسية فيها دوائر وفيها ممسات ونطبق فيها العمليات الهندسية دي تعالوا نبص الأول كده على المثال على الشاشة وبعدين ننفزه مع بعض تطبيق على التماس فشايفين الرسمة ديت طبعا الدايرة اللي قدامي ديت أو الرسمة اللي قدامي دي زي ما احنا شايفين فيها دوائر وفيها أقواس شايفين القوس الكبير دا دا بيمس دايرتين دول إيه من الخارج القوس دا بيمس دايرتين اللي فوق من الداخل وده خط مستقيم بيمس دايرتين اللي على اليمين طب ما تيجوا كده نرسم نحاول نرسمها بسرعة كده مع بعض طبعا علشان نرسم ديت فبنحدد المركز بتاع الدوائر الأول عن طريق إيه؟ إن أنا أرسم المحاور زي ما احنا شايفين كده المحاور اللي هي بتحدد مركز الدائرة نرسمها هو طبعا محدد للمسافة نبين مركز الدائرة تحت طبعا الأسفل اللي في النص دي لمركز الدائرة اللي فوق أو المحور اللي فوق بتاع الدائرتين اللي فوق المسافة بينهم تسعين طب تعالوا نرسم كده ونمشي خطوة خطوة هبدأ أرسم تحت طبعا بالشكل دوت هرسم خط محور بيبقى خط جنزير يعني شرطة طويلة تقريبا اتنين سنتي وشرطة ايه؟ صغيرة اتنين ملي بالشكل ده عشان نحدد المركز بتاع الدائرة طيب وبعدين هحدد المركز بتاع الدائرة بالشكل دوت كده طبعا اللي لازم يبقى عمودي ممكن نعملها بالمسلس هيبقى أحسن طبعا علشان الخط ايه؟ ما يميلش اهو بالمسلس بزاوية قايمة ونرسم المحور الايه؟ التاني كده بالشكل ده طيب تعالى بقى نشوف المحور اللي فوق احنا قلنا المسافة بينهم كام؟ تسعين ملي متر يعني تسعة سنتيمتر يبقى انا روح قايز كده الاعلى كده تسعة حطوا نقطة من ناحية دي ونقيس الناحية التانية تسعة بالشكل ده وبعدين هرسم خط جنزير محور برضو بين النقطتين اللي احنا حددناهم بالشكل ده كده يبقى المسافة هنا بينهم تسعين ملي متر طيب عندي المسافة نبص كده على الشاشة عشان نحدد مركز الدائرتين نبص كده على الشاشة فالدائرتين اللي فوق المسافة بين مركز الدائرتين كام؟ سبعين سبعين ملي متر لكن المسافة بين مركز الدائرة اللي علمين ومركز الدائرة او محور الدائرة اللي تحت كام تلاتين يبقى المسافة دي كده تلاتين والمسافة التانية كام؟ هي المفروض أربعين بقى المكتوبة فوق سبعين المفروض دي تبقى أربعين تعالوا نعملها يبقى احنا هنمشي كده نبص هنا بقى كده على اللوحة احنا قلنا كده المسافة على اليمين كام؟ تلاتين يبقى قيس تلاتة سنتيمتر اهو ونحط نقطة وبالمسلس وهنرسم المركز هرسم المحور كده بتاع الدايرة اللي فوق فهنحصل على مركز الدايرة اللي على اليمين بالشكل ده طيب الناحية التانية هنقيس المسافة كام؟ أربعين زي ما احنا قلنا اهو يعني أربعة سنتيمتر حط نقطة وبعدين هرسم برضو بالشكل دوت خط جنزير محور علشان يحدد المركز بتاع الدايرة التانية كده احنا حددنا المركز بتاع الدوائر تعالوا نرسمهم بسرعة طبعا الدايرة اللي فوق هو هنا طبعا بيقول لي كطر الدايرة الكبيرة اربعة واربعين باين على الشاشة قدامنا هي الدايرة الكبيرة كطرها كام اربعة واربعين يبقى نص كطرها اتنين وعشرين طيب الدايرة التانية نص كطرها هيبقى كام نبص كده على الشاشة هتبقى زي الدايرة اللي تحت دي كام ستة وعشرين اهي دي كده اهي الدايرة دي مكتوب عليها كام تحت ستة وعشرين ملي متر والدايرة دي زي اللي فوق بالزبط حتى هو كاتب لك ايه تلاتة سري هولز يعني تلاتة كلهم المقاس بتاعهم واحد ستة وعشرين ملي متر تعالوا نرسمهم بقى بسرعة يبقى الدايرة الكبيرة اربعة واربعين يبقى نفتح نص الكطر كام اتنين وعشرين كده بالشكل ده وارسم الدايرة اللي على اليمين اهو كده والدايرة التانية برضو زيها نص كطرها اتنين وعشرين الدايرة بقى الصغيرة اللي هي اللي جواها احنا قلنا نص كطرها كام هي كطرها ستة وعشرين يبقى نص كطرها تلاتة اشر نحن نركز برضو في مركز الدايرة كده فوق وارسم الدايرة وبنفس الفتحة هنرسم الدايرة التانية اللي زيها كده طبعا التالتة بقى تحت هنرسمها هي كمان برضو عشان هي نفس المقاس بالشكل ده طيب في عندي دايرة نبص كده على الشاشة فهنلاقي في دايرة كبيرة هنا هوت الدايرة الكبيرة داية بقى قطرها كام ستين ملي متر يبقى نص كطرها كام تلاتين يبقى افتح البرجل كده على تلاتين يعني تلاتة سنتيمتر الشكل ده واركز المركز بتاع الدايرة وارسم الدايرة طيب الخطوة اللي بعديها زي ما احنا شايفين في دوائر صغيرة هنا اللي احنا شايفينها على الشاشة ديت السقوب الصغيرة دي طبعا الدوائر ديت هو كاتب لي هنا كام سكس هولز يعني ستة الستة سقوب دول القطر الواحد فيهم عشرة ملي متر بس ناخد بالنا طبعا هنعملهم بزوايا طبعا يعني مش هنرسمهم كده في اي مكان فاحنا هنحدد طبعا المحور بتاع الدوائر ديت تمام وبعد كده نحدد المركز بتاع الدوائر ديت دول ستة فهتبقى على زوايا كام ستين درجة تلاتين درجة يبقى بين كل واحدة والتانية كده ايه تلاتين تعالوا ننفذها طيب المسافة طبعا ديت هنحدد كده خط الجنزير هيبقى النص بالزبط المسافة بين يعني لو احنا قسنا المسافة كده بين مركز الدائرة كبيرة نص كتر الدائرة كبيرة تلاتين ونص كتر الدائرة الصغيرة كم احنا قلنا تلタاشر هنطرح تلاتين من التلتاشر نطرح منها تلتاشر هيبقى كام سبعتاشر السبع تاشر ديت ماشي هتبقى هيese الفرق بين ايه بين نص كتر الدائرتين طبعا نعمل المحور باللون الأحمر علشان برضو الخطوط تبقى واضحة قدامنا الخط اللي أنا برسمه المحور ده دلوقتي اللي هو المحور بتاع الدوائر الصغيرة اللي هي السقوط طبعا بيمر هنا في نص المسافة بين الدايرتين زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده وبعدين بالمسلس أنا عندي دول ست سكوب بالمسلسة هوت بالزاوية بتاعتي طبعا ناخد بالنا أنا عندي هنا المسافة بين أو الزاوية بين كل سكوبين هتبقى ستين درجة عشان دول ستة ستة في ستين هتبقى تلتمية وستين درجة ما هي الزاوية كلها بتاعة الدايرة تلتمية وستين فهنقسمها على ستة يبقى الزاوية كام ستين درجة فإحنا نعملها ازاي بقى طبعا زي ما احنا شايفين بالمسلس بالزاوية كده ها ونحط المسطرة تبقى موازية للمحور بتاع الدايرة بالشكل ده هتبقى كده ونرسم نحدد هنا المركز بتاع ايه الدايرة الاولى ها تمام والتانية طبعا على نفس الاستقامة تحت اهي بالشكل ده كده هقلب المسلس الناحة التانية كده اهو كده باحنا كده حديدنا المركز بتاع الدايرتين التانية وعند المحور الرأسي دوت ده بيحدد لي اادي دايرة و اادي ايه الدايرة التانية يبقى دي كده ديالست ايه الدوائر بتاعنا ناخد بالنا الزاوية الصغيرة دي كده دي 30 درجة والزاوية اللي تحت كده 30 يبقى المسافة بينهم 60 المسافة بين مركز الدايرة دي ومركز الدايرة دي اهو بين المحور بتاعهم هتبقى ستين. وما بين دي ودي ستين. ما بين دي وما بين لتحت ستين. وما بين دي ودي ستين. تعال نرسمهم بقى بسرعة. يبقى احنا بالبرجل وهنفتح البرجل على كام? وقال لي السكوب كترها عشرة. يبقى احنا نفتح البرجل على خمسة. نفتح البرجل كده على ايه? خمسة ملي متر. بالشكل ده. وابدأ ارسم السكوب. نزبط بس البرجل علشان ما يتحركش مننا. ونفتح البرجل زي ما قولنا على خمسة ملي متر. وبعدين ارسم. ايه دي? الدايرة الاولى. بالشكل ده. وبعدين اتنقل الناحية التانية وارسم تانية كده. ننزل تحت. اه. كده. كده. ايه دي? الدايرة الخمسة. وبعدين الدايرة الاخيرة. كده احنا رسمنا الدوار كلها. عايزين نرسم بس ايه? فضل لنا الممسات. طبعا فيه خط مماس بيمس الدايرتين من على اليمين. كده. عندي بقى مماس بيمس الدايرتين دول ايه? من الداخل. من اعلى. طيب المماس دوت لو احنا افتكرنا كان من الداخل. كنا بنعمل ايه? كنا بنجمع. مص قطر الدايرة مع نص قطر الكوس. هنا نص قطر الكوس كام? اه البرجل كده بفتحة تساوي خمسة واربعين. واركز في مركز الدايرة واعمل الكوس لاعلى. وافتح بنفس الفتحة. واركز في الدايرة التانية واقطع الكوس ده. كده احنا حددنا مركز الكوسة هوا. بالبرجل على طول. واركز في النقطة ديت. وبفتحة تساوي نص قطر الكوس. اللي هي تلاتة وعشرين. اه. وارسم الكوس هيمسيلي الدايرتين ايه? من الداخل. اه بالشكل ده. طبعا نتأكد ان اللي ايه? البرجل. اه كده. كده احنا رسمنا. اه بالشكل دوت. الكوس مسيلي الدايرتين من الداخل. يبقى ده تطبيق على العملية اللي احنا خدناها من شوية. اخر خطوة بس. هنرسم كوس تاني. بيمس بقى الدايرتين دول. بس المرة دي ايه? من الخارج. ومن الخارج هنطرح. هو نص الكتر هنا كام مية وخمسة. فهنقول مية وخمسة. ناقص نص كتر الدايرة. اللي هي اتنين وعشرين. يبقى هنقول مية. مية وخمسة. ناقص. اتنين وعشرين. هتساوي. خمسة تلاتة. يبقى تلاتة وتمانين. مزبوط. يبقى اركز كده بالبرجل. في المركز بتاع الدايرة اللي فوق. وبفتحة تساوي تلاتة وتمانين. ملي مت. اهو كده. وهرسم كوس على اليمين. بالشكل ده. وبعدين هاجي بقى تحت. في مركز الدايرة اللي تحت. افتح البرجل على كام? انا عندي الدايرة الكبيرة ديت. نص كترها كام? تلاتين. نص كترها تلاتين. يبقى هنقول مية وخمسة ناقص تلاتين. يبقى تساوي خمسة وسبعين. يبقى افتح البرجل كده على فتحة تساوي خمسة وسبعين ملي متر. كده. واركز في مركز الدايرة اللي تحت. وهرسم كوس. اهو. يقطع لي. يقطع للكوس الاولان. كده. خلاص اخر خطوة. هنركز في الكوس دوت. في نقطة التقاطع اللي احنا حددناها. وافتح البرجل بفتحة تساوي نص كتر الكوس اللي هي مية وخمسة. وبعدين ارسم الكوس هيمسيلي الدايرتين من الخارج بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين كده. اهو. يبقى كده رسمنا العملية الهندسية اللي احنا شفناها. وده تطبيق على العمليات التماس اللي احنا خدناها النهاردة. ونكتب بقى المقاسات طبعا على الرسم زي ما احنا كنا شايفين كده في المثال اللي قدامنا. ويعني الوقت يجري مننا بسرعة النهاردة. يارب تكونوا استفدتوا معانا. وان شاء الله في الحلقات اللي جاية ناخد عمليات هندسية اكتر. وتستفيدوا معانا. وتابعونا. وممكن الرسومات اللي احنا خدناها النهاردة ترسموها بالادوات بقى في البيت. وصورها بالتليفون بتاعك. وبعتها لنا في التعليقات على الفيديو دوت لما ينزل على اليوتيوب. او على صفحتنا على الفيسبوك. قناة مصر للتعليم الفني. ولو في اي سؤال ولا اي صار. ابعت واسأل وهنجاوبك ان شاء الله. ربنا يوفاكو. واشوفكو على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة